بوست على جروب مشهور جدا على فيسبوك البوست ده هل ايه المغزى منه او ايه الهدف منه هو بوست كان بوست تحذيري بمعنى ايه بمعنى ان كان فيه بنت كتبت بوست على فيسبوك في جروب معروف جدا وكانت بتحذر فيه البنات من ان هم يتعرضوا لنفس الموقف اللي هي تعرضت لي خليقلكم ان البنت دي كتبة انه هي كانت سايقة بالعربية وقفت في مكان كان زحمة شوية والمكان ده كان زي فيه ترافيك عالية او حاجة زي كده وبعد كده لقيت ان فيه حد رش رش غريب جدا على الازازة العربية عندها ومشي مشي بسرعة جدا فهي ما بقتش عارفة اعمل ايه ولكن قالت انا كنت بفكر في ان انا اول ما الزحمة دي يعني تفوق شوية هركن على جنب وانزل اشوف ايه اللي حصل في الازازة العربية ولكن هي برضو في نفس الوقت كلمت جزها وقالت له حصل واحدين تلاتة اه المفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي قال لها لقا ايه تقفي على جنب انت كملي عادي وامشي وما تقفيش خالص على جنب في الحتة اللي انت فيها قالت انا فعلا عملت كده ولكن بعد كده الكومنتز بقى او ري اكشنز بتاعت الناس او بتاعت البنات بالتحديد على الكوس ده كانت اه كانوا بيأكدوا نفس الموقف ان هما مروا به هم فوضح ان دي حاجة جديدة للخطف محاولة جديدة للخطف فناس كتير كانت خايفة طبعا ناس كتير شاركوا برضو اللي حصل معاهم وخليني برضو اقولك يعني خلينينا ناخد كده شوية او شوية بتاعت الناس اللي حصل معاها نفس الكلام بزبت واحدة كانت كتبة ان هي برضو حصل لها نفس الموقف ولكن كان فيه اطفال صغيرين بيرموا الطوب على الازازة العربية عندها وبيطلعوا يجروا فبيستفزوكي علشان تنزلي وتشوفي ايه اللي بيحصل وقتها بقى طبعا ممكن يعني يخضروكي ممكن يخطفوكي كان يبقى فيه حد كبير مستني يخطفك بقى فيه حد كبير مستني وبردو يعني واحدة تانية قالت نفس الموضوع قالت فعلا ان هي لما قررت ان هي متوقفش وتكمل في طريقها عادي وتطلع قدام شوية وتكمل يعني خلت قرار ان هي مش هتوقف لقيت ان فيه فعلا عربية وقفة وكان فيها راوند مثلا تليتة وقفين على جنب وتحس ان هم كانوا مستنيين مستنيين هي تنزل ولكن الحمد لله ان هي من نزلتش فبصراحة فعلا دي ممكن تكون طريقة خطف جديدة وممكن يكون بنات كتير اوي تعرضت لها انا شفت الطريقة جا فاكرة اظن كنت بتستخدم زمان من كذا سنة كنت سمعت عنها زمان اوي وبس بعد كده بطلوها فترة واي جاس بدأت تظهر تاني دلوقتي بصراحة هو موضوع مرعب وفيه حاجة تانية قريبة للموضوع ده برضو انا كنت فيه اماكن معينة على طرق زي مثلا الاوساطي ده ايه الاوساطي بيحطوا زي عارفين في الطبيعة احنا كنا بنسمع ده كتير عن ان بتوع الكويتشات ساعات بيحطوا ازاز او حديد او كده في حتات معينة بالطريق عشان لما كويتش هكي فرقع بل ما توقف تخش تصلح عنده الموضوع ده بقى مثلا على الطريق زي الطريق الاوساطي بيتعمل ساعات بس اصلا مفيش اي محلات مفيش اماكن كويتشات وكده على الطريق ده هو الهدف منه بيكون انت لو مشيت على اليمين قوي او على الشمال قوي تلاقي ازاز متكسر كتير قوي وحديد ومصامير وكده فيه بقى برضو ساعات بتبقى حاجات كمان مباقية من حوادث يعني بس بيبقى فيه اماكن معينة بتحس ان هو محطوط بالقصد دايما موجود وممتحركش من هوا او اي حاجة بيبقى الهدف منه برضو ان انت لما توقفي في حتة مقطوعة عشان تشوفي كويتشك يطلعوا عليكي ناس من معزولاتك بيكونوا كمان انت على المينك وعلى شمالك صحرة فهو ممكن بجد يستخبف اي حتة معايزة صح وكمان خصوصا بالليل يعني بالليل بصراحة بحس الموضوع بيكون خطر اكتر لان برضو خلني اقولك ان لسه الاماكن دي ما فيهاش انوار كفاية ما فيهاش عوامية كهرباء كفاية فبالليل فعال الموضوع بيكون سيفير بقى بصراحة بالنسبالي برضا جماعة عمركو ما توقفوا يعني اه بالنسبالي يعني بعيدا عن حالة لو كويتشك فرقة أو كده بس اللي بتكلم فيه عموما المفروض الاميدي تراكشن يكون انت ما توقفش مع اي حاجة يعني واحنا عارفين الكلام ده يعني لما بيتقلنا مثلا واحد يطلع في نص شراعة يقولك اه 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 او حد ينطلق قدامauftاله اللي ما توقفش يعني فيه كان فيه واحد حاجة نفسي philosophى وحالة بيكون ما توقفش وفي حالة مثلا زي حالة بيرشة صبون وبالنسبالي الموضوع مش مستهل بالذات اللي 와 انت بنت فيش حاجة مستهلة انك توقفي إلا لو كوتشك على الأرض كملي بجد لو رشو قدام ففضل يستخدمين المساحات هتشوفي رشو على الشباك نزلي الشباك ورفعي تانية تمسح خلاص وهتشوفي المرايا على الأقل هتشوفي كفير انت تشوفي المرايا بس حاجة مستهلة انت توقفي وتقعد يتمسحي وتنظفي عمريها في بيتك يعني أنا عارفة انه لاي حكا تحزن بس استني اما تروحي بيتك ده لا أعمل دايما أحمد الشيخ كتب دوس لو عرفت تتفدى تفدى يعني بس لو دخل عليك بسلاح دوس يعني مش عارفة أقولك ايه صراحة بصراحة الموضوع بقى فعلا خطر قوي وخليني أقولك ان الناس كتير أو بنات كتير بيشتكوا الشكوى دي وانا حصل قدامي برضو موقف زي ده بس كانوا عيلة كان فاميلي في عربية وكانوا سيئين وكذا حد قال لهم عارفة ما تلاقي كتير بيزعف نفس الوقت أوه أقف 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 فالوقت فكذينت بخدودة أن في كارسة في حاجة قدام مثلا لازم تقف ياشر انت خبطت حد بصلا مثلا لازم تشوى ده بي ولكن الكويس أن هما كملوا فوضح فعلا أن الراجل بيسوق يعني عارف أن دي دي مش أول مرة يعني أو دي حاجة بتحصل كتير أيوة بالذات أنا بالذات للأسف يعني مش قصدي حاجة بس معظم الوقت في العالم اللي احنا عايشين فيه ما بتلاقيش راجل بيلجأ لبنتها لمساعدة إلا لو في حالة مثلا أن هما محتاجين عربية عطلانة فمحتاجين ماية وانتي معاكي فبتدها لهم كده لكن معظم الوقت لو راجل واقف لوحد وفي حالة الواحدة بالذات لو هو شاب مش مثلا راجل كبير في السنة أوية أو كده تحصل أني في حاجة أغلب معظم الوقت ما بتلاقيش ولد في سننا ده مثلا بيسأل بنتها على مصاعدة لو هو فعلا في موقف وحش أولى وفيه خمسين ألف عربية معدية فأحسن لك أنت يكملي وخلص يعني معظم الوقت حاسة ده يعني وملكم دي حاجة حزينة للأسف هي حاجة حزينة ولكن يعني مش عارفة بصراحة الناس اللي بتعمل كده يعني خلونا برضو ما نصقش فممكن تكون الناس محتاجة مصاعدة بجد وقتها أنا مش عارفة ها عامل يعني أنت فعلا لو هتتفرق إزاي بأن حد فعلا ممكن يكون محتاج مصاعدة وحد لا يعني بيعمل كده بس علشان يكون فيه خطر على حياتك أيوة الموضوع بقام بيقام إنتو قلولنا برضو لو يعني لو مرتب أي تجربة آه بالضبط لأن خليه برضو أقولك أن كمية الناس اللي كانت بتانتراكت على البوست ده كانوا كتير قوي وكانوا بنات لأن البوست ده اتكتب في جروب بنات أيوة فدي حاجة برضو يعني دي حاجة خطر آه يعني هل المفروض يكون فيه كاميرات طب محضوطة بس فين وفين ما فيه طرق وطرق نعم مزاف استحالة نقدر نغطي كل الطرق ومع ذلك في الطرق المستخبية المستخبية بس هنا بتقولك إنه كتبطرنا كتبطف في طريق زحمة فالهو دي غريبة برضو أهم برضو يعني أنا مثلا حاجة لازم برضو لازم أعملها دبا لازم لو هقف إشارة لك كده كده صح ما فيهاش كلام بذات لو أنا الواحدة في العربية حتى حد يركب جنبي بقى والشغل ده ما وفيه حنزل واسبها له بس وقف بالمفتاح وكل حاجة بالضبط صحة مثلا دي دي أكتر حاجة سيم بالصراحة بس لازم تعرفيها حتى لو هتفتحي الشباك تدي حاجة مثلا فلوس أو حاجة سنة بسيطة دي الفلوس وقف تطلعي بس إيدك طمعا بس كده 20 جنيه صح صح أحمد الشيخ بيأكد دوس وامشي بتوصي خلص طب يعني أنا مع التفكير دي الصراحة دوس وامشي حتى ده يبقى سلوجن لحياتي إلا لو ده بني قدم بيعدي الشارع يعني أجب ناس من يبقاش بل ده انت تهدي بقى سخن الناس على حاجة غلط أحب أن بجد يعني الدنيا تكون سيف أكتر لأن بصراحة الحوادث بردو بقت كتير قوي سواء بقى حوادث خطف أو أو حوادث عربية أو حوادث يعني اشتعال نيران يعني أتمنى أن الحوادث عمتا تخف و وأحب يعني أن يكون في أي نوع من السيفتي وأن برضو أن البنات يأخذوا بلهم أنهما مش أي حاجة فعلا يقفلها مش أي حاجة يفتحوا الإزاز لأن برضو سواء ستيل خطر في برضو من نوع من الأنواع خاني أقولك حاجة برضو غريبة شوية أن حد يرمي نفسه قدام العربية عندك آه اللي هو دقيقة كمان دقيقة دقيقة دي كارثة اللي هو أنت تكون يمشي عايدي وطريق كمان ممكن يكون سريع وتلاقي حد مثلا بيقرر أن هو يعدي الشارع وهيوقف ببطئ جدا وهو بيعدي شارع قدامك فالوأ هيا من نفسه مشواخ بالبال وفهمة آه ومرمي كده استعبطني يا هم أنا شايفات كنت عرصي فأنا جاية من بعيد وخلي أقولك برضو أن من ضمن الطرق أصلا أنا حاسة أن أنا حياتي كلها في الطرق فسو أنت عشان بتروح التجمع جميعا أماكن بعيدة قوي فبشوف حاجات كتير قوي الحقيقة من ضمن الحاجات برضو اللي شفتها أن بنت مرة واحدة بتعمل نفسها بتعيط جدا وبتسرخ وكأن حد خوطها فعلشان أنت وانت سايقة تركيني على جنب وتنزيل شوفي مالها بعد كده بقى بتلاقي أنت من ضرب الخوط بقى بتلاقي لا هي أصلا بتلاقي ما فيهاش أي حاجة برضو بيكون في جروب مستنيكي فهمة ما قلت هتقولك أنت اللي خوطيني بقى قبشوا بالضرب بمخصة على الدول كده وبتاخذ حقها بقى الصراحة برضو دي حاجة يا جماعة ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش بذات للبنات ما أنتو فهمين رفيها وفهمين قد إيه البنات بيقومشين بحظر بتحاول تحميل حساب أن فيه ناس حواليك عشان لو حصل حاجة وصوتت الناس تسمعك لما تعمل حساب أن فيه حد شايفك أن فيه على الأقل بني آدم كمان معاك يا واحد في الشارع فإحنا فهمين قيمة أن أنت بتستغيسي وعمل حسابك أن فيه ناس تيجي تساعدك فلما نعمل مواقف زي دي وبنت تبقى بتستغيس وإحنا مش عارفين نقدر نروح نسعيدها ولا لأ دي بجد بجد ممكن تتسبب في خواطر أكبر بكتير في المستقبل صح يعني I hope إن بجد نحن ناخد بالنا والحوادث فعلا تقل الفترة الجاية ومتقفوش يا جماعة لحد يعني تحت أي اعتبار أنا لزبا أن أنتو معاك أن أنتو جروب أن أنتو مش لوحدكم مش حد بس واحد اللي سائق في العربية لأن وقتها ممكن العربية تتسرق ممكن أن أنت نفسك تتخطف ممكن أي حاجة تحصل فأنت مش ضامن أي حاجة وبرضو دايما نخليكم أنتو بتشير live location من المكان اللي أنتو فيه لأي حد قريب منك وعلشان يعني لو فيه أي حاجة خطر يعني بعد الشر أن حد يعرف يوصل لك بسرعة دي حقيقة ونصيحة جميلة جدا الصراح أنا عجبني أن عاطف الإنسان عمل بيتكلم مع أحمد أه دو بيتحوروا مع بعض أنتو معاكو conversation تانية ولاش دعوا بينا أصلا يعني فحاجة interesting ولكن إحنا للأسف يعني إحنا خلصنا الشو فأنتو ممكن بيرتفولوا بعض وإيه أه أنتو ممكن تدخلوا في الديام زبعشا حسن دي صداقة مبتدئة صح عندنا